أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باسم الله الرحمن الرحيم يا زين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فمغافلون لقد حق القول على أثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينا أغلالا فهم لا يؤمنون نحن نحيي لموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكتبرهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البذاو المبين قالوا إنا تطيقنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عباب أليم قالوا طائركم معكم أإلا ذكرتم بل أنتم قطرهم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهتك يردني الرحمن بظل الله تغن عني شفاقهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإلا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كان به يستنزعون ألم يرم كم أهلكنا قبلهم من الغرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كن لما جبيع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يحكلون وجعلنا فيها جنات من النخيل وأعنام وفجرنا فيها من العيون ليتنوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلف منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تدري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرج القديم للشمس ينبغي لها أن تذنك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا عملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن أبقهم فلا صديق لهم ولا ينقضون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفرون الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون مدى هذا اللعب إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم هم يخصبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفقك السور فإذا من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا من جميع لبينا مفترون فاليوم لا تغلم ربصا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائق متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يبدعون سلام قولا من رب الرحيم وابتعد اليوم أيها المجرمون ألا أعاهد إليكم يا بني ألم أن لا تعملوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وألعبدوني هذا شراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نفتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطبسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعنقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القبر على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فخفلها مالكون وذللناها لهم فمنها رفضهم ومنها يأكلون ولهم فيها نافع ومن شارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وغرهم جند محذرون فلا يحذنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصير قبين وضرب لنا مثله ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأحضر نارا فإذا أنتم منه ترقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذين ينهي ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تقضوا في الميزان وأقيم المزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة دون نخل ذات الأكمان والأرض العصف والضيحان فبأي آلاء ربكما تتذربان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تتذربان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيا فبأي آلاء ربكما تتذربان يخرج منهما الملع والمرجان فبأي آلاء ربكما تتذربان ولهم جمال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تتذربان كل من عليها فتنه ويبقى وجه ربكما الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تتذربان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم منه وفي شأن فبأي آلاء ربكما تتذربان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تتذربان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تتذربان فبأي آلاء ربكما تتذربان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تتذربان فبأي آلاء ربكما تتذربان فبأي آلاء ربكما تتذربان هذه جهنم هذه جهنم هذه جهنم التي تتذرب بها المجرمون يطوضون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تتذربان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تتذربان فبأي آلاء ربكما تتذربان فبأي آلاء ربكما تتذربان فيهما عينا تتريان فبأي آلاء ربكما تتذربان فيهما من كل فاكهة سوجان فبأي آلاء ربكما تتذربان متكئين على فرش بطائنها من استبرقا فبأي آلاء ربكما تتذربان فبأي آلاء ربكما تتذربان كأنهن الياقود والمرجان فبأي آلاء ربكما تتذربان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تتذربان 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 فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تتذربان فبأي آلاء ربكما تتذربان فبأي آلاء ربكما تتذربان لم يضمتن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف حضر وعبقر حزان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك سن ربك ذن الجلال والإكرام